اشتركوا في القناة 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 مع كذا حد مؤخرا يعني اللي هو يعني زي ما بيقولوا تسعى الفتق على الراطق انت يعني بيباع عندك فيه افكار معينة جواك وتحاول انك انت تتحقق من صحة الفكرة تحاول انك انت تتشارك الفكرة ديك مع غيرك وتسأل وتتقصى في نفس الوقت بتعترف بفشلك وعجزك عن تكميل الصورة الكاملة اللي فكرة ان فيه حاجات ما تبقىش فهمها ما تبقىش شايفها ما تبقىش عارف هي موجودة هنا ليه ما تبقىش عارف البازل شكلها مش عامل صورة حلوة البازل عامل جزء حلو وجزء تاني مش مفهوم فبتحاول انك انت يعني ايه تتهم زكائك شوية تتهم بحثك شوية تتهم افكار الاخرين اللي سهموا في هذه البازل يعني بتفضل تقاوم لغاية ما بتسيب ايدك خلاص ما بتقدرش قادر تقاوم يعني اكتر من كده يعني فخلاص يعني لازم تشد خط وتبدأ تقول لا يا جماعة في مشكلة في البازل واللي عنده وجهة نظر تاني عن كده يتفضل يقول يعني شرح لي يقول لي بتاعه وزي ما طلعت واتكلمت وانا بشرح فكرة من موقف معين قديني بطلع اتكلم بمنتهى الشجاعة واقول يا جماعة انا كنت شجاع ان انا لما كنت شايف ان في حاجة صح من وجهة نظري وطلعت قلت ان هي صح ولما كتشفت ان الحاجة دي لم تعد صح فمن وجهة نظري برضو اللي تحتمل الصواب والخطأ طلعت قلت يعني ياريت اي حد هيطلع يتكلم يحط يعني في بماغه هذه الشجاعة الادبية قبل ما يجي يتكلم معاه بحيث ان انا هعرف اقتنع منه زي ما انا اقتنعت قبل كده هو كمان يقتنع مني لو كان هو فعلا شجاع ومخلص في البحث وزي ما كنت مخلص في البحثي صحيح انت ذكرتني بعالم لاهوت مسيحي نسيت اسمه كان يحكي عن قصة عندما كان في الجامعة هو اصبح لا ادري بعد ذلك لكن عندما كان في الجامعة وكان متدينا كان عندهم واجب منزلي وهذا الواجب المنزلي كان بخصوص بعض المقاطع في كتاب من كتب العهد الجديد فكانت مقاطع صعبة يعني نصوص صعبة يعني تحتاج فعلا لدفاع لاهوتي فكان ذهب وقضى وقت طويل وهو يحاول تبرير هذه النصوص وإيجاد حلول لهذه النصوص فوجد صعوبة كبيرة فعندما ذهب للحصة تكلم مع الاستاذ وقال له انا تعبت كتير وانا احاول وبيل له يعني الطرق التي حاول من خلاله فقال له الاستاذ قال له سيمبل أنسور يعني جواب سهل قال له ربما الكاتب أخطأ يعني لماذا تحتاج يعني كل هذا الجهد يعني هي أكاسم ريسور يعني أنت لماذا يعني أبحث عن سيمبلست أنسور يعني لماذا تبرر يعني كما قلت يعني البوزل غير معقولة فلماذا ستحاول أن تبرر وتجد حلولا لبوزل هي سيئة يعني ممكن أن تقول نعم هناك مشكل فأنت بالنسبة لي أنت مثال الباحث يعني 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 أنت إنسان تبحث دون أجندة دون عاطفة تجعلك يعني تتعصب لرأيك فأنت تبحث عن الحقيقة وتناقش بكل حيادية وأريحية وهذا الذي كان محبوبا فيك سواء يعني أي موقف تتخذه الآن فكنت محبوبا من الطرفين أنت محبوبا كذلك من الطرف اللاديني أو الطرف الملحد أو الأدري ومحبوبا من المسلم كذلك وهذا شيء يحسب لك فأنا فعلا سعيد أنني أحاور شخص مثلك عزيزي أشكرك عزيزي يا مونة أكيدا للفكرة بتاعتك فيها وقت كتيرة يعني عدت علي بتحس أن فيه ناس كتير سيبك من أنا بس فيه ناس كتير يعني بذلت مجهود أكبر من ربنا سبحانه وتعالى عشان يوصلوا دينه يعني هو شخصيا لم يبذل هذا المجهود علشان علشان يوضح الفكرة عشان يوصل هذا الدين واخد ذلك فتيجي توقف في الآخر يعني يا عمي حتى لو طلعها ده صح حتى لو طلعها ده صح هل كان المفروض لا نكتشف أنه هو صح بعد كل هذا المجهود وإذا كان هو صح بعد كل هذا المجهود فده معناه أنه هو كان دين نخباوي كان دين مختص به 4-5-6-000 واحد اللي فاهمينه من مليارات البشر هذا غيض من فايت طبعا لأن هناك الكثير وهذا هذا هو صلب المشكل لأنه ليست مسألة واحدة ستجد لها تبريرا وتقتنع به وينتهي الأمر بل هي يعني مسائل كثيرة لا حصرة لها يعني عندما تتكلم عن هذا الدين هو لم يعمل يعني هل هذه أفضل طريقة أفضل طريقة للتعامل مع الأمر هل هل يعقل أن هذا الإله أنه خلق جهنم وخلق جنة ويعلم مسبقا ما سيحدث واختار هذه الطريقة في التواصل مع الناس يعني هناك أشياء بالنسبة لي أنا شخصيا غير منطقية يعني أن هذا الإله أدواته وتوقيته غير جيد وحتى طريقته في التعامل غير جيد أنا سأخلق ناس بغض النظر عن مسألة يعني الناس ونتكلم عن التطور وناس قبل الناس وكل هذه الأمور لا نتكلم عنها وآدم ست ألف سنة وعشر ألف سنة وجديد جدا يعني كان جاء حضارات موجودة لا نتكلم عن هذه المشاكل التقنية لكن إذا تكلمنا فقط من جهة أنه خلق الإنسان وحتى طريقة التواصل غير جيدة يعني تتواصل مع الناس عن طريق ناس في وقت فيه أمية زمن غير جيد تعمل معجزات في القديم ثم يعني يعني كله second hand واحد تكلم مع واحد واحد كان في غار تكلم معه شخص فأخبر عنه فنحن يجب أن نصدق لنصدق سيقوم بمعجزة زمن المعجزات انتهى فالآن علينا نحن الآن مليارات البشر أن نقتنع بأشياء قديمة جدا في عصر برونزي في عصر حجري أن نقتنع ويكون هذا سبب كافي لنقتنع ونؤمن رغم أن الفكرة هي طفولية طفولية العذاب يعني أنا سأعذبك إلى ما لا نهاية إذا لم تقتنع ولم تولد في الأسرة الصحيحة التي تؤمن بالدين الصحيح فكرة العلاقة ما بين الدين والمنطق أي دين والمنطق هي علاقة يسموها الفوتشين يعني علاقة أن في واحد بيأكل واحد تاني سلسلة الغدائية سلسلة الغدائية يعني علاقة أنه الدين لازم يتغذى عن المنطق يعني هي ما لايش حل أنت محتاج أن أنت تتخلى عن جزء كبير جدا من عقلك والآيكيوب وعلى حسب الدين بقى يعني بص أنت في عندك تريد أوف كده أنك أنت محتاج تتخلى عن جزء من عقلك مع جزء من إنسانيتك وبتتفاوت بقى قد إيه قد إيه مخ حتى ترميه مع قد إيه إنسانية حتى تردمها علشان تعرف تتعطنق دين معين أخبرك حتة المنطق أنت عارف ما مثلا في المسيحية مثلا تم ذكر أكتر مني بوليس قال لك ده أنت اللي بتتسلمه بالإيمان مظل لك شنك تتشغل مخك فيه وقال لك أتسألوا جبلة جابلها لماذا فعلت كذا وكذا وعندنا في الإسلام برضو اللي هو يعني يعني يا يولد الإيمان لا تسألوا عن إنشاء ينتبه لكم تسوقكم صحيح وفي حاجات كتيرة جدا يعني الفكرة أنك أنت تعطر فيها عقلك ومن هنا نشأ كثير من الردود حتى لتلقي الناس اللي بترد علي يعني مهان صوت السليماني رد علي بقول لي أن أنا بتعالي على الوحي في حاجات أنت عمرك ما تفهم ومش معنى أنت مش فهمها معنى أنك أنت أن في أن هي ما فيش حكمة بسبب حاجة زي كده أنت أدواتك قصرة أنت حواسك قصرة وخدعة ومخك قصر وعاجز فأنت مش هتنفع تعتمد على حواسك مش تنفع تعتمد على مخك إنها ممكن تعتمد على مخ واحد تاني ممكن تعتمد على حواس واحد تاني هذه تأخذنا هذه تأخذنا المشكلة أنك إذا استعملت نفس المنطق يعني نفس هذا المنطق وأننا عقلنا محدود وأننا عاجزون إذن يجب أن نقبل كل الخرافات لماذا تقبل بخرافة وترفض خرافة أخرى إذا أنت عاجز على فهم الحكمة وراء هذه الأمور مشكلة فقط أنا مخي عاجز إذا ما نوصل لله ولمش أعرف إيه وبتاعه وهو مخي قاصر طبعا أنا مخي إذن وصلني أن هذا هو النبي أنا عرفت منين هو النبي بما أننا مخي عاجز وأننا حواس قصيرة وأننا عمري ما عرف أوصل لواحد يعني أنا ما قدرتش أوصل لإله بس وصلت إن ده نبي فطبعا أنت بالمنظر ده يبقى خلاص كل أنماط الإيمان هي صحة بالضرورة عندك مثلا في المسيحيين يقول لك أنا خطبرت الرب في حياتي وجالي ومش عارفين خلاص طالما جالك مع نفسك عم مبروك تجربة شخصية طبعا وهذه في كل الأديان وحتى في جميع الخرافات يعني حتى لو لم تكن أديانا فالتجربة الشخصية ليست دليل على أي شيء تجربة شخصية مش بس هي مش دليل على أي شيء مش بس هي مش دليل تجربة شخصية هي إهانة للإله نفسه التجربة الشخصية هي إدانة للإله هي دليل على عدم وجود الإله هي دليل على أن الموضوع فعلا هو محض يعني تفاعلات نفسية وبتعقد يكون بقى يعني ضللات أو هلاوس أو حاجات زي كده أنا كنت اتربت المثل ده على حد يعني على حد مرة حد نسيحي كنت اطلقت كل مرة قلت له ترجل دولتي دكتور طبيب وأنا عمال أقول لك يا عم إه الراجل ده عين ساعده قلت له لا مش هساعده أنا دكتور بس مش هساعده وسبت الرجل لغاية مات وعدت على العيان تاني وقررت ما تساعدهش وسبت لغاية ما مات وعدت على العيان تالت وسبت لغاية ما مات أنا كده خلاص ما بقتش واثق أن أنت دكتور أصلا ما بقتش واثق أن أنت طبيب أساس وجيت على عيان بعينه قررت أنك أنت أتعالج وعالجته فعلا والعيان فعلا خف أنت فعلا أثبتلي أن أنت كده دكتور صحيح بس أصد ما أنت أثبتلي أنت دكتور أثبتلي حاجات كتيرة وحشة عنك هزبتلي أنك أنت دكتور سيء أن أنت دكتور ظالم أن أنت دكتور عشوائي واخد بالك فكل ما هتجاوب على سؤال هتطرح أصاده عشرات ومئات الأسئلة الأخرى لو ياريتك مكنت شتلعته دكتور أصلا بس صحيح وهذه فعلا هي حجم المشاكل الموجودة مع الإيمان بهذه الأمور يعني تعطيك حجة دامغة على أن هذه الأمور لا تستقيم يعني أنت إذا أمنت سيكون فعلا فقط إيمان يعني أنك تعرضت لتلقين ديني وأخذت مسلمات كان ممكن أن تختلف يعني يختلف مكان الولادة مثلا يعني غالبا إذا ولدت في أسرة مسيحية ستكون متشبع مسلمات مسيحية تتعرض لتلقين ديني مسيحي إن ولدت في أسرة مسلمة نفس الشيء وغالبا هذا الذي سيحدد مصيرك مصيرك الديني سيكون محددا بالأسرة التي ولدت فيها نحن الآن لسنا إلا استثناءات أما القاعدة هي أن الإنسان يولد في أسرة يتلقى هذا الدين دين الأسرة ويشب عليه ويكبر ويموت ويموت على هذا الدين إذن الأسرة هي التي تحدد مصير الإنسان بهذه الطريقة إذا كان فعلا هناك شيء بعد الموت فالأسرة هي التي تحدد مصير هذا الإنسان وهذا الأمر لا يستقيم لكن عندي سؤال آخر عزيزي أحمد وهي مسألة أنا يعني أشاهد ما زلت أشاهد الكثير من الحوارات والمناظرات والتي تتركز في ما زالت تركز على مسألة وجود الله أو الإله أو أنا أعتبره فقط سبب للكوم يعني وجود هذا الإله أليس هذا النقاش نقاشاً زائفاً لأنه أنا بالنسبة لي هذا النقاش زائف أنك تتكلم في وجود فرست موفر أو محرك الأول أو غير موجود لن يغير شيئاً الدليل على ذلك هو أن أنت مثلاً لو كنت ربوبياً وأنا كملحد ليس هناك أي فرق بيننا يعني في حياتنا العادية لا يوجد أي فرق أنت لن تذهب الآن وتقوم بطقوس معينة للتبرك ولأخذ قبول أو بركات هذا المحرك الأول فأنت تعيش حياتك عادي جداً فقط عندك فكرة في رأسك أنك تقول أوكي هناك ربما محرك أول أوكي يعني سبب للكوم أنا كذلك أعيش حياتي هكذا فكرة أنني لا أؤمن بوجود آله إذن هل ليس هذا النقاش زائفاً يعني حتى لو أقنع المؤمن بدين ما أقنع ملحداً أو أقنع لا أدرياً يعني أقنعه بوجود محرك أول أو سبب أول فما الاستفادة أليس المشكلة هو الدين هذا النقاش يجب أن يكون في الدين وليس في مسألة وجود سبب من عدمه أنت عندك حق في الموضوع ده بس لو أنت بتكلم على حواراتنا أنا شخصياً يعني فأنا يعني أنت عرف المناظرات والتناظر لها لها مقامات ومنورات فأنا يعني في أوقات كتير بتعمد أن أنا مثلاً أتكلم مع حد مثلاً مسلم أكلمه في وجود الإله علشان يعني أحاول أوصله أنك أنت كل ما أنت اللي أنت جاي عشان تقنعني بيه والشبهاتي عن الإسلام ومش عارفه والحاجات دي مبنية على وهم أنت شخصياً ما أنتش عارف أن في دليل على وجود إله أساساً أنت مش عارف ما هو الدليل على وجود إلهك الأصلاً في أوقات تانية في مناظرات تانية أو في حوارات تانية بتعمد أن أنا أقول له يا سيدي أنا وأنت سلمت أني في إله أنا موافق يا سيدي وموافق كمان أن جزء كبير من الأسماء الله الحسن التسعة وتسعين وينطبقوا عليه خلاص اقنعني بقى أن هذا الإله هو إلهك أنت لأن في فعلاً كتير من من يتصدر أو يعني يتصدى لهذه القضية بتلاقيه كل كلامه مرتكس بقى على السببية في الكوانتم فيلد واللي مش عارف في الخلية الأولى وأن التطور غلط وبتعوي وكلام منه فده أنا عارف نعم لو دخلت معا في حوار وجود إله سنغرق في تفاصيل وانت عارف زي ما انت عارف الشيطان يكمل في التفاصيل احنا ما نحب الشيطان انت عارف نعم أخذ دلك بقل له يا عام سيبك انت يعني عارف ايه بقص عليه نص السكة بقعدها محضر بقى او مجهز لي بقى القوانتم فيزيكس والمشعارفية والمشعارفية والمشعارفة او ما نقطع للطريق انا عام امنت فيه اله يلا خش بقى على المنطقة اللي بعدها فتلاقيه بقى ايه بيغيب في غيابة الجوب واخده لك ويقعد يطلع بكلام غريب كده لو انت كنت سمعت المناظرات الأخيرة نعم سمعت اشزاء منها صح اجي الواحد تاني يعني اجي اتكلم معا ليه هو مش عارف اصلا مش عارف منطقة ولا فلسافة ولا اي حاجة قلت تعالى بقى اثبت لي بقى وجود الهك تعالى يعني قبل بنتكلم في الاسلام تعالى وريني اثبت لي وجود الهك اصلا هو شخصيا بقى اللي بيتوه بقى هو النفس اللي بقى اللي بيقعد يقول كلام عجيب فاحيانا انا بطنطط شوية كده وشوية كده وبعدنا الرسالة الاخيرة اللي انا عايز اوصلها ان يا سيدي لو انا وانت مؤمنين ان فيه اله فانا السبب اللي بخليني مؤمن بوجود الهه غير السبب اللي خليك انت مؤمن بيه اصلا انت مش بس ما عندكش بقى على وجوده وجود الهك اللي انت بني عليه كل هذه العشرات الالاف من المجلدات ده انت يعني ده انت حتى السبب اللي انت مؤمن بيه علشان هو صبب غلط انت مؤمن بوجود اله ماشي موافق معاك بس انت مؤمن لسببه غلط حاجات غريبة جدا يعني هل ترعاق لك ومش عارف بتعرف الاسئلة الليلة اه طبعا طبعا اسئلة فيها غبار هادي غبار كوني هي مسألة الاختزال يعني هو المؤمن يحب ان يرتدي عباءة الربوب دائما عند الحديث مع الملحد يحب هذا الحوار لانه من جهتين لانه اولا يستفيد من مسألة انه سيتكلم عن الالاء عموما يعني لن يحتاج ان يثبت من خلال دينه وجود هذا الالاء بل سيحاول ان يتكلم عموما فاذا عمت هانت كما نعرف والمسألة الثانية هو انه يبتعد بالنقاش عن مشاكل دينه فعوض ان نتكلم عن ملك اليمين وتكلم عن جهات طلب ونتكلم عن المواضيع الحساسة في دينه سنتكلم الآن عن البعرة يدل على البعير والاثر يدل على المسير فالحوار هو اسهل بالنسبة للمؤمن لذلك هو يختار هذا الامر العجيب هو انه بمجرد ان يختفي الملحد من النقاش تقوم حروب اهلية بين المسيحي والمسلم واليهودي يعني اصلا يعني ماذا سيستفيد الانسان من هذا الحوار حول البعر والبعير لن يستفيد شيئا حتى لو اصبحت ربوبي انا كذلك افعلها احيانا اقول اوكي انت اقنعتني الان انا ربوبي انا اؤمن الان بان هناك سبب للكون سميه ما شئت لكن ندخل الان في تفاصيل يعني هل اتوقف هنا هل سأدخل الجنة هل انا جيد الان لا احتاج مساعدة اكثر لا تحتاج مساعدة اكثر طيب نناقش الان المشاكل نربط هذا الكائن الميتافيزيقي او لا اقول الحمقافيزيقي نربطه الان بمضمون الدين يعني انت عندك دين والاخرون سيدهبون للجهنم خالدين فيها ابدا فاذا اتبتلي الان ان دينك هو صحيح دعنا نتكلم في هذا الدين وتسمع بقى العجب العجاب في الموضوع ده سواء كان من المسلمين او من المسيحيين يعني تتكلم مع مبشر مسيحي ومال الدنيا بقى وشتاين بقى وبيبشتم في الاسلام والله الاسلام والله النبي ومش عارفه وبتاعه وكلام منه فيعني انا ليا نظرة في الانسان اتبعليش قبل ما تتكلم عن مسيحية مش عارفة ممكن تقول لي دليل وجود الله ايه دليل عندك على وجود الله بعد مثلا ما يقرب من نص ساعة من الحوار وكررت هذا السؤال مثلا سبعة امام مرات عمالي يتكلم ولو الدليل هاتي الدليل هاتي الدليل بالاخر قال لي في واحد في الصين حلم بيسوع هذا ربما اطرف جواب سمعته من الجانب المسيحي المشكلة كذلك عزيزي هو في مسألة عندما يطبق الإنسان معايير منطقية وعقلانية في نقاش الخرافات الأخرى فهو يكون عقلانيا يعني عندما تسمع واحد مسلم يتكلم عن الكتاب المقدس يتكلم عن المسيحة تجده إنسان عقلاني باحث يتكلم يقول لك كيف هذا وهذا الأمر لا يستقيم وهذه المسائل ليست علمية وهذا خطأ ولا يمكن يعني تجده يعني مثلك يعني يتكلم فعلا بشكل عقلاني بمجرد أن تلمس دينه يتغير تماما وكأنك تعمل سويتش اوف يعني هو كان اون والآن سويتش العقلاني أصبح اوف فيتعامل بمعايير مختلفة تماما فيما يخص دينه والعكس صحيح طبعا المسيحي كذلك يتكلم بعقلانية عن الإسلام ولكن عندما يتعلق الأمر المسيحية يصبح مؤمنا يتكلم بالتلقين وليس بالعقلانية ما هو أنت يعني عندما يتكلم في ناس كتير يتصدروا برضو المشهد ده نشافة دكتور فلان ودكتور فلان ويعمل مثلا سلسلة في الرد على خرافة تطور ودكتور في الجامعة في أمريكا وتعالي غير مسبوق وتعالم يعني مجهول المصدر يعني غرور غير مبرر وغطرصة يعني مجهولة السبب ونأس أن كل اللي هو عمال بيبنيه ده كل اللي هو عمال بيرض عليك فيه ده هو مبني على أن فيه واحد قال لواحد قال لواحد قال لواحد قال لواحد أنه كان فيه واحد في الغار نزل عليه مالك وعمال بيضحط خرافة التطور والفلسفة وبيتكلم بقى في هيجل وبيتكلم في نتشا وبيتكلم في شوطن هاور ومش عارفين وهو كل يعني سندوا كل ما يستند عليه يعني فلان 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 كل علمه قيل وقاله يعني لا يوجد شيء قيل وقاله هذه مشكلة أو طامة التلقين لأن حتى هذا العالم الذي درس يعني يذهب للجامعة وأصبح ربما بروفيسور يعني هناك مسيحيون هناك مسيحيين لدرسوا وعندهم أماكن مكانة وعندهم مناصب جيدة في التدريس ورغم ذلك يؤمنون بالمسيحية لكن هو لن يربط طبعا الكتاب المقدس مع العلوم فالعلوم لها مكانها يعني لا يبرر شيء أو يقول لك أنا وجدت دليل علمي على أن الكتاب المقدس صحيح أو شيء من هذا القبيل لكن يظهر هنا مشكلة التلقين هو تلقى هذه يعني عنده علاقة عاطفية شبه رومانسية مع المسيح فهو متشبع بهذه المسلمات فلن يستطيع التخلي عن ذلك لأنها فقط علاقة عاطفية مع دينه فرغم التعلم ممكن يقول لك نعم نظرية التطور صحيحة لكن السفر التكوين صحيح كيف صحيح؟ لا أدري حكمة 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 يسوعية هذه المرة حكمة لكن هو صحيح أنا أؤمن بأنه صحيح رغم أنني ممكن أن أدرس نظرية التطور وممكن أن أدرس علوم في جامعة علمية آآ يعني كان فيه إفعي مشهور جدا اللي هو بتاع أنت صح وكتب مقدس صح يعني يقول له يا عمي äll يقول أن الأرض في عمر الرئيس الأول وبعد كذا الشمس ليس هذا؟ آآ يقول لك آآ يعني العلم يقول العلم يقول أن الشمس كونات الأول أن النجوم كونات الأول وبعد كذا كونات الكواكب يقول لك آآ صح أنت صح وكتب مقدس صح آآ آآ exactly ويوجد كذلك العالم بعض يعني اللي عندهم مكانة علمية يقول لك لا تسألني أصلا عن الدين يقول لك الدين دين والعلم علم يعني لا تسألني أنا ما أعمله في الخاص هذا دين المشكلة في الجانب الإسلامي ربما أكبر لأن ربما أغلب المسيحيين الآن يعتبرون حتى قصص الخلق يعني قصة الخلق المسيحية أو اليهودية المسيحية وكذلك الإسلامية بعد ذلك يعتبرونها قصة مجازية يعني يأخذون الكثير من الكتاب المقدس على أنه مجازي يأخذونه بشكل مجازي المشكلة في الإسلام أن ربما الأغلبية الصاحقة تأخذه بفهم حرفي بشكل حرفي فهو بالنسبة لهذا العالم فهو مفروض عليه أنه يؤمن بحرفية هذه النصوص الموجودة في القرآن والموجودة في السنة فكيف كيف يعني ما هو في رأيك الحل لهؤلاء العلماء الذين هم أنا أعتبرهم ضحية القرآن أنا هكذا أعتبرهم هم ضحية القرآن ليس لهم أي حل إلا أن يرفضوا ما في القرآن أو يصنعوا ديناً شخصياً جديداً يقول لك أنا مسلم لكن أفهم هذه الآية كذا وأفهم هذه لكن إذا التزم بمراجع الإسلام فهو في ورطة صراحة أنا مش شايفة لها حل هو حيفضل دايماً طول الوقت حيفضل دايماً الناس اللي بتتكلم على القرآن ككتاب إعجاز علمي وحيفضل دايماً الناس اللي هي علشان ترايح نفسها من الموضوع داي يقول لك أن القرآن ده نص بلاغي أدبي تعبودي ديني تشريعي وكل ما ورد فيه غلط أنت عارف أن حتى السلافيين والكلام ده ما بيقتنعوش بالإعجاز العلمي والحاجات دي آه طبعاً أكيد أكيد لأنه يعفو ورطة أنه هو حيرد أقوال المفسرين صحيح الأثر الأثر نعم تعارف أنت قدر مني طبعاً القرآن يتفسر بالأثر يتفسر به أقوال الصحابة يتفسر بالقرآن والكلام ده والإعجاز العلمي لن يسعفوا كل التلاتين علم بتاع علوم القرآن وأخذ بالك كلهم هيتطلعوا غلط وأنت هتخترع لك حاجة جديدة وهتفتح الباب أن الناس بقى طبعاً شو معنى أنت عملت دي إعجاز علمي طبعاً أنا كمان الآية دي أشاف فيها إعجاز علمي وهفصر باب مزاجنا كمان أنا حر وأخذ بالك فيه ناس بترفض الكلام ده لكن سيظل برضو الناس اللي هما أعياتهم الحيل أنا بسألك سؤال إثبت لي أن هذا الكلام من عند الله أنت دلوقتي مش أنفع تقول لي أن القرآن معجز لغوياً لأن هذا التحدي لا يصح أنه يكون قائم لغاية دلوقتي هو باطل أصلاً تحدي باطل بغض النظر يعني طبعاً فيه ردود كثير علي بغض النظر عن كده يعني معجز لغوياً معجز مين لغوي مين أنا وإنت كتاب صيني مثلاً دلوقتي يعجزنا في اللغة الصينية يعني هو بالنسبة لنا بالضبط وأخذ بالك فإزاي هو معجزة بقية فما فيش حل تاني لازم أشوف لك معجزة أدور لك على معجزة في القرآن هذه القشة الأخيرة الإعجاز العلمي هو أظن القشة الأخيرة وحسب تجربتي أنا يعني من خلال الناس اللي اتعرفت عليهم المشكلة الإعجاز كان دائماً هو القشة الأخيرة يعني تجد الإنسان عنده شكوك يعرف أن الكثير من الأمور هي لا أخلاقية لا إنسانية هناك مشاكل في النصوص مسائل لا يمكن أن يقبل بها العقل السليم أبداً لكن يصل إلى قشة الإعجاز العلمي فيقول لكن القرآن فيه أشياء معجزة ولا يمكن أن يكون إنسان تعرف على هذه الأمور وتجارة الإعجاز العلمي لذلك تجارة الإعجاز العلمي ما زالت تجارة رابحة لأنها تساعد في هذا الانحياس التأكيدي فمؤمن يحاول فقط أن يجد قشة يتعلق بها قبل أن يترك الدين فيجد الإعجاز العلمي وجبة طارية فيأخذها ويقبل بها حالياً يبدو أنه لا يوجد حالة أخرى قدامهم لكي يثبتوا أن هذا يعني أن الكلام من عند الله غير هو موضوع العجاز العلمي لا يوجد أي حاجة أخرى أو ما يظنوهم عجاز علمي لكن بأبسط نقاش مع أي حد يعني أنت عجاز علمي بأن أنت معترف بالعلم هذه مشكلة صحيح ولم يرسل لذين كافرنا السمواتيو وأرضي كانت أرتقن ففتقناهما دي البيك بانج أنت معترف بالبيك بانج وانت ما شفتش البيك بانج ونفس المنهج اللي جاب البيك بانج هو نفس المنهج اللي جاب تطور هم انتقائيون طبعا هم انتقائيون هو يقبل العلم عندما يريد لوي أعناق النصوص وإتبات شيء فهو يقبل العلم فالعلم يصبح جميلا عنده لكن عندما يتعلق الأمر بعلوم جي تقول له مثلا نظرية التطور ها انظر هي التي تدرس في الجامعات وهي النظرية القائمة الآن يقول لك لا العلماء يخطئون طيب أنت كنت تمضح العلم الآن عندما تتكلم عن الإعجاز أصبح العلم الآن سيئا لا ويقول لك ويقول لك احنا ما شفناش إرض التطور لإنسان بس هو شاف البيك بانك اه طبعا لأنه صالحه لأنه صالحه في مسألة دينية عزيزي أحمد انتف يعني إذا سألك شخص ما عن ما هي الأمور التي بالنسبة لك كانت لن أقول القشة التي قسمت ظهر البعير لكن ما هي الأمور التي تعتبرها قوية جدا لدرجة لا يمكن يعني تحريكها من مكانها التي جعلتك تشك في إله الأديان يعني أو نتكلم عن الإله الشخصي يعني البرسونال غاد أن هذا الإله مستحيل وجوده لو اتكلمنا مثلا طبعا المسيحية اتكلمنا فيها كتير والناس الأخوة المسيحين بيزعروا مني كتير الفترة اللي فاتت دي فخلاص ستسويك من المسيحية دلوقتي دعني أتكلم في الإسلام نفس نعم فيه عندي عندي مشكلتين رئيسيتين طبعا تعرف المشاكل يعني بتاعت المشاكل عند الناس بتختلف في اختلاف شخصياتهم واهتماماتهم فأنا شخصيا الشق العقلي بتاع أي يعني البعد العقلي بتاع أي قضية مطروحة هو دايما البعد المرواحة بالنسبة لي التفكير المنهج والحاجات دي أنا عندي مشكلة في تحديات القرآن أنا عندي مشكلة في الطريقة الإله الإسلام بيحاول يزبط بيها نفسه حاول يزبط بيها أنه إله الكون عندي مشكلة في الجدالات والمناظرات اللي موجودة ولو تتبع عنت في هذه يعني لو جبت نمازج من القرآن وشفت إزاي ربنا بيرد على الربوبيين وإزاي بيرد على الكفار وإزاي الأنبياء بيحاوروا أقوامهم كل نبي بيحاور قومه إزاي عشان يقنعوا إن هذا هو الإله فأنت هتلاقي تدرس منهج المغالطات المنطقية من هذه الحوارات صحيح أخذ ذلك التحديات اللي موجودة في القرآن نفسها أنت ما ينفعش تستعملها في حياتك اليومية بحدش أقتنع بكلامك فبالك أنا جيتا بتستعملها علشان تقنع بيها أن نفس إله من كتب هذا الكلام هو نفسه إله الكون يعني يعني عندك التحدي العظيم المؤخرا بيسمعه كتير اللي هو بتاع ما تقول للنمرو ده لا مش النمرو ده من ضمن الحاجات برضو طبعا النمرو ده أنت مضحك ليس ليس فقط غير عقلاء غير منطقي هو مضحك طبعا يعني لكن غير كده حاجة مثلا إيه سيبك من الحوارات يعني يا سيدي قولي إبراهيم هذا كان اجتهاده ده إبراهيم استعاشوا بقى رب السماوات نفسه يا أيها الناس ودوري بمثلون فاستمعوا له نحن نحن الموضوع بقى فيه دخل جامد بقى فيه مسأل جامد جدا يعني هذا ممكن يرجعني للدين هذا سأركز الآن ده أنت هترجع كمان وتكتب بقى مراجع بقى طب خلينا نكمل الحوار بعد رمضان ضربة مثلا فاستمعوا له إن إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلوبه ذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ويكمل ما قدر الله حق قدره إن الله القوي عزيز يعني رب الكون أنا جاي أثبت لك إن إله هذا الكون هو من خلق هذا الكون فأنا أثبت لك إزاي إننا اللي خلقت الكون بدل ما أقول لك خلقته إزاي ووريك أدل إننا اللي خلقته لا هتحدك هتحدك في إيه بقى إيه التحدي العظيم بقى اخلق دبانة لا يا عمي اخلقها أنت اخلقها أنت ووريني لا وبلاش تخلق دبانة لو سرق منك الدبانة حاجة ولا كالت حاجة مش هتقدر نكية تترجحها منها طيب يا سيد أنا فشلت في التحدي أنا استسلمت أنا يا عمي إلهي اللي أنا أدعوه من دون الله ما بيقدرش إنه هو يستنقذ حاجة من الذباب استنقذها أنت ووريني استنقذها إزاي فهذا هو يعني أكبر التحديات اللي موجودة وقص على ذلك بقى حاجات كتيرة جدا يعني أنا كلمت حتى في مناظرة فاتت على الموضوع ده يعني أما يبدأو الخلق ثم يعيده وما يرزقهم من السماء والأرض إلههم مع الله قل هاتو برهانكم إن كنتم صادقين يعني هاتو برهانك أنت على فكرة يعني هو نفس هو مع الفارق طبعا لكن نفس استدلال إبراهيم يعني هو نفسه لأنه يقول له يعني الله يأتي بها من المشرق يأتي بها من المغرب وات يعني أوكي اأتي بها أنت من المغرب أو يقول له أنا أنا أأتي بها من المشرق أنا اللي أأتي بها من المشرق قل إلهك يأتي بها من المغرب هو الشمس ما تجي من المغرب ولا من المشرق هو دور الأرض على نفسها يعني أصلا حتى منطقيا doesn't make sense. I don't believe in this God, but it doesn't eat it. It doesn't matter. Exactly. Maybe the believer can tell you that God was talking with people, but it doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. I mean, I'm going to do it with you. For example, if you were a kid, for example, four or five years old, he asked you something, whether you did it and you did it and you did it, you didn't know how to do it. Explain like I'm five. No, 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 no. So is it the standard that I told you the truth, so that you don't understand it, that I told you something wrong? No, of course. What? You mentioned the expression that you have to say. How do you know the monk has been introduced? You know the animal? How do you understand it? How do you understand it? They are not understanding it. No, and you're not saying it back then. You don't say it to us. You don't say it. You don't say it. You don't say it. أنك أنت تتكلم طبعا هو الفيدا يعني اللي قبل القرآن كتاب الهندوس باربع خمس تلاف سنة اتكلم بشكل مبسط قال إنه كون كله بدأ من حاجة واعش عارف مين يتنفس بيتنفس أكوان واخد بالك وبدأ والكواكب دي والنجوم والكلام دولة كلهم كانوا جزيئات صغيرة قطعة صغيرة ثم تجمعت حوالين بعضها هل دي حاجة صعبة حتى البدو دي مش عارف يفهمها لو المفارقة المفارقة العجيبة هنا يظهر انفصام في الحوار هو أنه أصلا هذا المؤمن الذي يقول هذا الكلام سيقبل أن هناك إعجاز في أمثلة يعطيها القرآن طيب إذن ها هو القرآن الآن يتكلم بطلاصم يتكلم بأمور لا يفهمها الناس ونقوى نحن فهمناها في القرن الواحد والعشرين رغم أن مرة قرون لا يفهمها الإنسان فوصلنا للقرن الواحد والعشرين جاء زغلول النجار أو واحد من العجزيين وشرح لنا الآن القرآن إذن الله من المفترض أنه ما عنده مشكلة أنه يتكلم بطلاصم فكان ممكن أنه يشرح الكون سواء فهم الناس أم لم يفهمه إذا كنت تؤمن بمسألة الإعجاز يعني إذن الأمر ليس فيه إشكال وبعدين أنت بتئيس دائما على قدرتك أنت يا عمي ماشي أنا فشلت أن أنا أوصل لمخ الطفل الصغير علشان هو مش خايف ماشي؟ بس أنت ربكو لن تكون لي قدرة طبعا أنا أحيانا كنت أفكر في طريقة ممكن أن المحمد مثلا عندما كان يتكلم مع الصحابة كان عنده إمكانية شرح أمور دون أن تكون معقدة وتكون صحيحة وتكون فعلا أمور يعني جيدة وممكن تعطي قوة لفكرة أنه عنده اتصال ميتافيزيقي نوعا ما فكان ممكن مثلا هو جالس مع الصحابة أن يقول لهم مثلا أترون هذه الشمس التي في كبد السماء ما بها يا رسول الله يقول لهم هذه خلق منها الله الكثير يعني كان أمور سهل أن يفسرها الإنزاء أن هناك شموس أخرى يعني الصحابة لن يموتوا بسكتة قلبية إن سمعوا هذا الكلام سيقولون سبحان الله الله ورسوله أعلم انتهى الأمر الحديث صحيح في البخاري ومسلم ونحن الآن نقرأه نقول واو لا ما هو شرح قالك أن الحر التعصيف شيك حل عما والشمس تجري لمستقر الله الشمس تجري لمستقر الله هي أكبر مشكلة يعني لو كان هناك حديث يريد طبعا هناك أحاديث كثيرة لا يريد المؤمن أن تكون في دينه لكن هو يعني مرغم أخاك لا بطل فمن بين هذه الأحاديث حديث الشمس يعني حديث الشمس يضرب في الإعجاز يعني هو إعجاز يحاول يفسر لك الشمس وكيف تدور على المجرة مركز المجرة والحديث واضح فسره محمد في حديث أبي ذر فسره قال أن الشمس تذهب وتسجد تحت العرش ويؤذل لها يعني ما في كون ما في مجرة ما في تدور هي فقط مسألة غروب تغرب فتذهب لتسجد تحت العرش ثم تشرق مرة وأصلا ما يوجد الشمس لا تتحرك يعني فهم الناس أن الشمس هي التي تتحرك يعني تشرق وتذهب وتغرب وتعود الكرة الأرضية تدور حول نفسها هذا الذي يتسبب الشروق والغروب يعني حتى هذه المسألة لكن ممكن يشرحها بطريقة بسيطة كل حاجة تتمكن تشرح بطريقة بسيطة أو صفحية أو ما تشرحش خالص يا سيدي نعم لو أنت شايف كده يعني بالرغم أنك إنت يعني لو عايز تقول يعني يعني لو عادت الصياغة اللي أنت عايز تقوله ده أنه إحنا ما إحناش فاهمين فربنا عجز أنه يفهمنا سعيد عجز أنه يوصل لنا أنت بتقيس قدرات ربنا على قدراتك وهتلاقي أن كل أشكال التبريدات هي إسقطات بشرية أن أنت إنت لو جالك واحد ده لنشتعرف تشرح له أبس أنا مش هشرح له غلط وفي نفس الوقت أنا يا سيدي مش عارف أن أشرح له عشان أنا عاجز أنا عاجز ما عنديش القدرة أن أنا أشرح له تقدر تقول أنه هو ده نفس الكلام تقدر له على إلهك تقدر تقول حاجة كده على إلهك وبعدين كان عنده طرق كتيرة أنه يشرح بطريقة بسيطة يشرح بطريقة سطحية ما يشرحش خالص ويركز في التعبد والتشريع والحكم المتعالية والكلام ده إنما مش في الآخر بعد ما هو ما قالش عشان إحنا جاهلة ومعرفش يشرح علشان الموضوع معقد وبعد كل الكلام ده قرر أنه يقول معلومة غلط أن السماء والأرض كانوا ردق فتاقهم وأن الأرض اتعملت في أربعة أيام وأن السماء ساعتها كانت دخان الكون كله في يومين في يومين بايدو وي لأنه ستة أيام يعني ثلاثين الخلق كان في الأرض اللي هي نقطة غبار في الكون بالضبط وإحنا الكلام ده يعني عشان إحنا جاهلة والعرب ساعتها كانت دماغهم على قدهم مش هيفهموا الكلام ده إنما هم هيفهموا إن ربنا عرض الأمانة على السماء والأرض والجبال فأبين أن يحملناه هذا كلام مفهوم هذا الأفرست هو اللي خربه يعني لو أخذ الأمانة كنا مرتاحين لعنة الله على قبل أطلس ستغضب منك الأمازيغ مرة أخرى لا على رأس طوار حوالي طبعا وأسيق إذن تكلمنا عن الجانب العقلي أو الجانب التحديات كاتب القرآن هل هناك أمور أخرى هل هناك مثلا جانب أخلاقي أو معضلة من المعضلات مثل معضلة الشر اللي تكلمنا عنها أظن درتشنا حولها قليلا فهل هناك أشياء أخرى تبين أو على الأقل بالنسبة لك تعتبرها حجاج قوية أن إله الأديانة والإله الشخصي لا يمكن أن يكون موجودا المشكلة اللي أنا يعني عانيت فيها كتير بصراحة ومن زمان وحتى الآن ما كنتش شايف لها أي حل هي أنه في قضايا شائكة جدا جدا يعني ما أشخليني ما أنا أسف هرجع بيك خطوطين لورة بس هو الدين وظيفته إيه في الحياة عميشان الدين وظيفته في الحياة موجودة علشان يجاوب على الأسئلة كلية علشان يقول لك إحنا جينا ليه وإيه الهدف ومش عارفه كل حاجات دي فلما تكتشف أنه الدين بتاعنا يا إما مش بيجاوب أصلا على هذه الأسئلة كلية مخد بالك يا إما بيديك إجابات منافية للمنطق منافية للعقل منافية للعقل اللي المفروض أن من خلقه هو نفسه صاحب هذه الإجابات فلما تيجي حاجة مثلا زي موضوع التخيئة يعني الجبر والاختيار لسه كنت أتكلم النهاردة على الجبر والاختيار أو الجبر والطفويدة أو سميها زي ما تسميها الجبر والكاسب أي حاجة واخد بالك فتلاقي أنه القرآن يعني عايز أجيب لك أثبت لك إن القرآن الإنسان مصير هجيب لك تلاتين واربعين آية تقول لك إن الإنسان مصير عايز أجيب لك إثبات إن الإنسان مخير هجيب لك خمسين آية بتقول إن الإنسان مخير فتلاقي نفسك حس إن ما فيه مشروع حس إن ما فيه رسالة يعني واضحة في الموضوع ده تحس إنه يعني إحتاج إنه هو يقول للناس إنه إنتم مصيرين في وقت من الأوقات لخدمة قضية ما واحتاج ان يقول للناس ان انتم مخيرين في وقت من الاوقات لخدمة قضية تانية واخد بالك حتة انه يعني طبعا قدلة وجود اله مفيش اي قدلة على وجود خطاب القدلة ده ده مش موجود خالص تيجي عند الجزئية المهمة يعني مثلا حاجة زي الروح ما هي الروح دي من الاسئلك كلية واخد بالك هل احنا روح بس ولا روح وجسد وانا كانت الروح من امر ربي لم يجيب عليها اصلا يعني جواب ما اعطى جواب اه يعني التحديات الثلاثة وانا اتكلمت يعني انا استفدت فيها يعني الاجابات كانت مبهمة وغامضة وبتطرح اسئلة اكتر ما يتجاوب على اسئلة وبعدين جاء عند الجزئية المهمة قال للروح من امر ربي وبعدين يعني لما لو لا احنا عندنا فكرة عن الروح قال لهم لا وما اوتيتهم من العلم الا قليل انتم كمان متعرفوش ودايما ان الحجة نقول على المدعي دائما لكن هو دائما عوض الاجابة يعمل تحدي بدل الاجابة بدل ان يعطيك تفاصيل يعمل تحدي يقول لك اذا لم تؤمن بكذا وكذا فعمل كذا وكذا وتحدي باطل اصلا يعني حتى اذا رجعنا التحدي اللغوي وهذه التحديات هي تحديات باطلة لانك انت المتحدي وانت الحكم يعني حتى لنفترض جدلا لنفترض جدلا ان انسان اليوم كتب شيء رغم انني اعرف مسبقا لكن انا رأيه لا يعتبر يعني انا ممكن اقول مثلا الشعر الجاهلي افضل من القرآن وفي رأي الكثيرين الشعر الجاهلي افضل من القرآن وممكن اسمع شعر جاهلي احسن من ان اسمع مثلا صورة الانعامة والانفال في المسجد اسمع شعر جاهلي يكون افضل لكن انا كافر فلا يعتد برأيي لكن لنفترض جدلا ان انسان كتب شيء ارقى بكثير من القرآن هل سيقبل المسلم انه نجح في التحدي لن يقبل المؤمن ابدا لان اصلا انت تقلد شيء يعني حتى اذا عملت يعني قمت بقبول التحدي فانت تقلد انا اقول لك مثلا انا اتحدى اي شخص يكتب لي بيت واحد مثل ابيات المتنبي فمهما فعلت اشعر الشعراء في رأيي يعني بس اصلا حتى فكرة التحدي في حد ذاتها فيها مشكلة كبيرة يعني انت الوقتي انت جايب تقول لي انا يا عم المهندس اللي عمل هذه السيارة تمام فانا بسأل سؤال بداقي وتافه وبسيط ومشروع اللي هو اثبت لي انك انت صممت هذه السيارة فبدل ما يثبت لي يقول لي طب لو مش مسدق ان انا اللي صممت السيارة اعمل واحدة زيها نعم صح يا عم انا مش مهندس يا عم ولا بتدعي ان انا مهندس انا عايزك تثبت لي انك انت المهندس صاحب هذه السيارة عشان بعد كده اسمع كلامك فيها وتقول لي حاجة اعملها وكلام من ده بعدين يقول لك الكتالوج الكتالوج اي عم يا عم انت انت جايب لي عربية تمام وبعدين جدتني معها كتالوج ميكرويف عشان امشي بها عربية صحيح صحيح والقرآن وافق القرآن وافق يعني حتى القرآن وافق بعد مقولات للصحابة يعني وافق موافقات عمر مثلا فهل عمر اذا عمر يستطيع ان يقول كلام بالحرف جاء في القرآن فهو يستطيع فعل ذلك يعني حتى الكلام ليس كلاما عجيبا غريبا يعني الرسول 13 سنة هو في مكة يدعو وبقرآن مكي اللي هو اجمل من القرآن المدني ورغم ذلك لم يؤمن به الا القليل فإذا كان فعلا هذا القرآن معجز لهذه الدرجة أنك تقرأ هذا القرآن بالنسبة للعرب في تلك الفترة أن يقرأ القرآن فيقول لا ليس هذا قول بشر ليس هذا قول بشر إذن كان من المفترض أن يكون عندنا عشرات الآلاف من المؤمنين في مكة لكن متى دخل الناس للإسلام؟ دخلوا عندما ذهب الإسلام وأصبح إسلام دولة في المدينة وبدأ الهجوم على القوافل وبدأت الغزوات هنا بدأ الناس يدخلون إلى الإسلام وفي فتح مكة طبعا أو غزو مكة دخل العشرات الآلاف في الإسلام لكن في البداية تحدي لغوي لا يوجد على فكرة حتى موضوع التحدي اللغوي هم أصلا سكتوا أساسا وإذا تطلع عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشأوا لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وحتى يعني حتى بعدها وإذ قالوا اللهم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماية أو ائتنا بعذاب أليم يا عمي أنا قدر أقولي الكلام ده وأنا مش مصدق وهات يا عمي العذاب ووسقط السماء كما زعمت علينا كسفة يرد ربنا سبحانه وتعالى يقولهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم طبعا دائما دائما هناك مخارج دائما يعني هم طلبوا معجزات لكن المهم بجملة يعني يعني فيه عارف فيه مود سوينجز في القرآن صحيح يعني فيه آيات تقرأها تحس إنه فيهن فعالات يعني لا تصح إن هي تصدر عن رب العالمين يعني أنا برضو في أحد الحوارات بتاعتي قلت إنت عندك بتقول يغضب ربنا ومش عارف إيه والله يحب والله لا يحب ومش عارف إيه إزاي أنا العبد الضعيف الإنسان الحقير البزيء يعني في إيدي مشاعر الإله سبحانه وتعالى أقدر إن أنا أعمل عمل أغضبه وأقدر إن أنا أعمل عمل يعني أفرحه ويضحك مني ويغضب علي وحاجات زي إزاي أنا هقدر إن أنا أتحكم في مشاعر إليه نعم إزاي ولماذا يحتاج أنك تصلي لماذا يحتاج صلاتك يعني كل يوم تصلي وتقوم يعني وكأن هذا الإله عنده مركب نقص يريد أن أو سادي أو شيء من هذا القبيل أنه يريد أن يرى هذه الأنشطة هذه العبادة وإزاي الإله نفسه الذي ينفعل بأفعالي هو نفسه يكون القضي والحكم دي فيها مشكلة والمود سوينكس على فكرة كثيرة في القرآن دقرأ في آيات يعني أم خلقوا من غير شيئا أم هم الخالقون مدلئ إن هو يعني إزاي بيقولوا إن ما بيش إله أو أن الله مش هو الإله يعني أم خلقوا من غير شيئا أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون إذا أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون وماذا عن تقريبا السب ماذا عن السب ماذا عن الكلام عن أبي لهب وعن شان أكهو الأبطار الأبطار يعني هو من سبع سماوات يخاطب يعني بدل أن ينفع البشرية بشيء مهم أو يعني يخاطب يرد على شخص تكلم في مكان في الصحراء في مكان ما فهنا تظهر بشرية الكاتب تظهر بشرية الكاتب من فعالات هذا الكاتب طريقة التعامل طريقة التحدي كلها بشرية وليست حتى بشرية راقية يعني بشرية بدائية بسيطة سادجة ممكن نقول يعني عارف اللي إحنا كنا نتكلم فيه من شوية اللي هو المقالطات المنطقية وطريقة الاستدلال الفاسد اللي موجود في التحديات والمناظرات والحوارات الأنبياء مع أقوامهم شوهوا الفكر الحالي اللي العقل النقدي للمسلمين مشوه آه صحيح تورطوا والمسلم تورط مع دينه يعني هو ورطهم في مشاكل كثيرة يعني هم الآن يعني كما تقولون في مصر يصعبون عليه يعني يحس بالشفقة تجاه المؤمن الذي يحاول بشكل عقلاني أن يبرر شيء سخيف آه طبعا يعني لما تجي واحد يقول لك مثلا سورة المسعد دي هي دليل على إعجاز النبي يعني عرفت تتصدم تتصدم يعني خير نوع كده صدمك بقى خلاص يعني خير مثلا يعني يفرد مثلا يعني يعني كل واحد ييجي مثلا يقول لي أنا أنا نبي وينزل فيها اجتيمة أو من عشان أغيزه متبعدين صح صح أريد أن نرشع معك عزيزي النقطة كنت تكلمت عن مسألة الاختيار يعني هناك طبعا هل الإنسان مسير أم مخير تكلمت عن أن هناك آيات فيها تسير وآيات فيها تخيير أنا أريد أن نركز على التخيير يعني هل عندنا فعلا حرية اختيار أنت مثلا أقول لك أوكي أخ أحمد أنت أنا أعطيتك الآن تفاحة وأعطيتك موزة فأنت إن أكلت التفاحة سأعطيك تفاحة أخرى إن أكلت الموزة سأحرقك بالنار لكن شوف أخي أحمد أنت حر في الاختيار يعني حر تماما اختر ما شئت هل هذه فعلا حرية اختيار هي ليست حرية اختيار طبعا يعني ده من أنماط تشوه العقل النقدي اللي إحنا كنا بنتكلم فيه إن أنا يعني يبدو في ظاهرة إن هي حرية اختيار وده برضو يعني زي لو أنت بتتابع برضو الحوارات المسيحيين اللي ما قلت لك إن ربنا هدخلك النار لا ربنا مش هدخلك النار مش هتروح الهلكوت مش هتروح حوارة النار والكبريد لا ده الناس كلها متجهة إلى بحيرة النار والكبريد أنت اللي في إيديك إنك تختار الحياة الأبدية أنت اللي في إيديك تختار الملكوت أنا ما وديتكش أنت اللي رايح واخد لك هي نفس الفكرة بالزبط يعني أنا نرضى برضو تعرف دايما المددي تتكلم حدي يقول لك يا عم فمن شايف اليوم ومن شايف اليكفر هي هذه فعلا ليس من شايف اليوم ومن شايف اليكفر أنت تفرض علي أن أؤمن كي لا أحرق بالنار إلى ما لا نهاية فأنا حتى لو ترجمت الآية هي الآية بطولة كل حقه من ربكم فمن شايف اليوم ومن شايف اليكفر الآية ليها تكملة نعم إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم صورة ديقو نعم صحيح ويستغيطوا يغاثوا بماء إن كلموه ليشوي الوجوه بيس الشراب وسأت مرتفقة يعني لو ترجمناها كده بالبلد باللهجة العمية بتاعتنا اللي هو بص سابرينس عايز تؤمن براحتك عايز تكفر براحتك بس هي طلع دين أمك يوم الآن بس براحتك هي طبعا نعم صحيح صحيح بل حتى الخطير وأنا تكلمت عن هذا الموضوع كثيرا طبعا لكن في مسألة في هذا الموضوع يعني ممكن في هذا المنحة ممكن أن نذكره مرة أخرى وهي مسألة الردة يعني أنت كمرتد أنت كافر في عقوبتك في الإسلام هي القتل هذا القتل هو انتقام محط يعني لأنه ليس مثل عقاب مثلا الزاني المحصن الزاني المحصن عندما يرجم ويقتل وهذه طبعا مسألة قمة لا إنسانية ولا أخلاق أنك عندما تقتل هذا الزاني المحصن فعلى الأقل دينيا فهو يتطهر من هذا الذنب يتطهر من ذنب الزنا ويغفر له هذا الذنب بسبب هذا التطهير التطهير بالرجم لكن المرتد هو يقتل في هذه الدنيا ويذهب إلى جهنم خالد فيها يعني العقوبة هي انتقامية فقط وممكن أن نقول حماية لكي لا يفتن الناس بين قوسين بهذا المرتد فيكفرون وكأن هذا الإله ليس له أي دخل يعني هو يقول لك أوه أنا ليس عندي أي حل آخر إلا أن أقضي على هؤلاء الأعداء الذين من الممكن أن يغيروا ما كتبته أنا في اللوحة المحفوظ سيغيروا خطة الله حد الردة من من الحاجات اللي أخلاقياً ملهاش مخرج في الإسلام أو على الأقل يعني أتباع المذهب الأربعة يعني ما فيش فيه أي مخرج خطس وكل محاولات التبرير مش بتبقوا بالفشل يعني بتحط ملحة الجرح تزيد الطين بلى صحيح آه بتبوز الموضوع بالذات اللي يقعد يقول لك الجاسوسية الخيانة العظمى الخيانة العظمى والكلام ده مش كده بس كمان يعني حتى لما تي هو بيعرف أنه أنت حتى تنتقد الدين يعني لسه كان من المين يومين فيه واحد دكتور كبير يعني بيرد علي هو ما عندهش مشكلة أنك أنت يعني تدخل الإسلام بحوار كده تحور معك شوية كده أقنعك بالإسلام فتشهد أن لا إله إله إلا الله وإلا محمد رسول الله لكن تجي تدخل من الإسلام لا لازم تغير عشر تلاف مجلد الأول ده مسند الإمام إحباد اتن وثلاثين مجلد ده سلسلة الأحاديث الضعيفة لوحدها خمسة وثلاثين مجلد بتاعت الألباني يعني 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 الفكرة أنه أنت ما عندكش مشكلة أن الناس تدخل للدين بكلمتين ثلاثة أتكلم بهم مع حد لكن عندك مشكلة أن الناس تخرج من الدين أنت بتؤمن بدين بيقولك فكر وتفكر ومش عارفه وبتعوى ولازم تفكر وتاخد قرارك بعقلك وتدرس وتذاكر وبتعوى وتخش الدين أنه من المتينة تخرج من الدين هنقتلك حتى لو كان نفس السابل ده خلك الدين يخرج من الدين برد أنت موافق أن ييجي مثلا أبو ذر يؤمن فآمنت معه غفار مش عارف مين يؤمن تؤمن عشر تلاف واحد إزاي النبي وفعل حاجة زي كده يعني إيه إن واحد يؤمن فالقبيلة كلها بتاعته تؤمن يعني مش فاهم طبعه طبيعي بعد كده أنه لو كفر كل القبيلة هتكفر يعني وحصل لأنه بعد موت محمد كانت حروب الردة فكان الكثير من الأعراب ارتدوا فهذا يظهر أن تدينهم أو إيمانهم كان إيمان مصلحي يعني عنده علاقة بوجود محمد على قيد الحياة لكن بعد موت محمد انتهت الرابطة مع الله يعني لم يكن إيمانا بإله دين وحقيقي إيمان حقيقي يعني لم يسلموا ويحسن إسلامهم فإن كانت هناك مصالح أنا أعتقد أن هي يعني المصالح اللي حصلت ديت والأعداد والكلام ده هو اللي ساهم في في كرة التلج تكبر بالمنظر ده لكن إنه يبقى في حاجة عقلانية يعني الناس اللي كانوا موجودين في الأول دولا اللي أمنوا لسه القرآن منزلش يعني تلته ولا ولا منزلش ربعه يعني أمنوا إزاي؟ دين ما كانش كامل أصلي إزاي أمن بحاجة زي كده ولا معجزات ولا أي حاجة ولا فتاعة فده من الحاجات المزعجة طب اللي كان بيسيب الدين وهو لسه مش كامل كان بيعمل إيه؟ كان برضو بيقيم عليه حد الردة أو اللي كان بيحسن؟ هي مسألة أنا ذكرتها في مسألة الفترة المكية والفترة المدنية يعني فقط التحليل هذه الفترتين يعطيك مثال صارق على أن الإسلام نجح عندما أصبح دين دولة وأصبح عنيفا لأن في فترة السلمية لم يكن هناك أتباع يعني أغلبية الأتباع في الفترة المكية كانوا من العبيد يعني ناس يعني 13 سنة لم يجمع إلا ربما يعني أقل من 100 فهذا عدد خطير يعني كيف؟ لماذا لم يذهب الكثير للإسلام إلا عندما أصبحت هناك موارد مالية أصبح الهجوم على القوافل مسألة يعني المعارك ليست معارك لكن ما فعل باليهود يهود المدينة فهنا بدأت تظهر هذه الأمور يعني بدأت تكثر أعداد المسلمين فلو بقي الإسلام سلميا لو بقي الإسلام طيلة هذا الوقت سلميا لما كنا أنا أجزم أننا لما كنا الآن نجلس نتحدث في هذا الدين لأنه كان سينقارض لو بقي سلميا كان سينقارض أكيد أنا لا أذكر أن فيه أي دين من المنتشرين حاليا في العالم انتشر وبقى ليه أتباع وكده إلا لما بقى دين الدولة يعني سواء المسيحية أو الإسلام المسيحية ربما تختلف قليلا لأنها فعلا انتشرت قبل أن يكون عندها قوة لكن انتشرت أكثر طبعا بعد غسطنطين يعني في القرن الرابع آه طبعا يعني أنا أتصور أنه الصبغة السياسية اللي خدها أي دين هو اللي ساهم في ثبقاء هذا الدين يعني إيه ساهم في تأخير وصوله إلى المكتبات إلى النوبة مثولوجيا آه آه صح خلاه يصمد شوية أصاد التغيير قيص على كده برضو حاجات كتير يعني حتى في الديانات المصرية والكلام ده حورس خمس تلاف سنة يعني أمون خمس تلاف سنة في مصر معبول يعني آه هي ديانات جديدة يعني الديانات الإبراهيمية هي يعني نسبيا لازال الأمر جديدا يعني يعني ربما تنقارض في المستقبل ربما تأتي ديانات أخرى ربما تأتي آلهة أخرى فلا نحكم عليها أن هي التي ستبقى بالضرورة لا منفعش تحكم عليها طبعا يعني يعني تعتبر ما زالت ديانات حديثة السن وحتى يعني ظهور الطوايف المسيحية والإسلامية والبداع يعني دي 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 مؤشرات تشارزهم آه وأعتقد أن أي أي ديانة بدأت تنقارض بالمنظر ده بتبدأ بتتفكك من جواها وتتتحول بقى من يعني من طيفة 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 إلى أن تتحول لمرحلة الاستسلام استسلام الوعي الجامعي للموضوع اللي هو بصبع يعني لعمنا هصلي وصوم وبتاعهم اللي يجدع بحكم صح صح إلى أن واحدة واحدة هو يعني إيه يعني إيه يعني تجي تسأله أنت ما دينك ما ربك يقعد يفكر مثلا ديتين ثلاثة على ما يرد عليك آه مسلم باقي نعتقد صح أنا وصلتني بعض يعني شكايات من الإخوة أن هناك تقطيع في الباث في اليوتيوب وعلى الفيسبوك فسأحاول أن أصحح المشكل أوكي أم أمهلوني رجاءا أوكي أنا غيرت بعض الإعدادات فأتمنى أن يكون الإرسال الآن جيدا أوكي وكذلك إحنا وصلنا لفترة الأسئلة فمن عندها سؤال أو عنده سؤال فممكن أن يطرحه الآن في اليوتيوب والفيسبوك أنا أتابع المكانين معا فمن عندها سؤال أو عنده سؤال يطرحه يعني سؤال هي درتش مفتوحة ليس هناك موضوع بالتحديد فأي سؤال مقبول إلا الأسئلة التي هي حق وريدة بها باطل فممكن أن تطرح الأسئلة الآن سواء على الفيسبوك أو على اليوتيوب أوكي فأنا سأتابع الفيسبوك وسأتابع اليوتيوب كذلك فتفضلوا مشكورين أوكي أظن أن الاتصال الآن أفضل جيد جدا أوكي كان هناك سؤال ربما هو شخصي أكثر من أي شيء آخر كلك أحمد وهو يعني كيف نصنفك الآن يعني هل أنت لا ديني ربوبي لا ألوهي ملحد يعني هي هو سؤال يريد خندقتك فتخندق إذا أحببت أن تتخندق عارف دايما الناس بتفضل ميالة جدا للتصنيف وألازق الاستقراط وإن كنت ما بحبش كده بس أنا ممكن أقول لك أنا حاليا أرجح وجود سبب أول هذا الترجيح ما هواش كبير يعني زي ما قلت أبليك ده 60 أو 70% ومعرفش حتى أقنعك بي يعني يعني لو حاولت أن أنا أتحاور معك كملحد مثلا لو أنت قلت أن ده ملحد ممكن وجود إله مثلا ويتقلت لي إقناني مش عارف أقنعك يعني مش عارف أقول لحاجة أقنعك بيها بصراحة ممكن تعتبره ترجيح وجداني أكثر منه أي حاجة تانية هل هفضل كده على طول معرفش يعني أنا محبتش قبل كده التصنيف وأعتقد أن أنا أثبت دلوقتي ليه التصنيف غلط لأنه عادي أنا ممكن أن أتنقل من فكرة لفكرة لفكرة وأنا شخصيا أتفق معك ولا داعي أن تقنيني بهذه المسألة لأنه سؤال لا يهمني يعني مسألة أن إنسان مؤمن بسبب أول أو محرك هذا لا يهمني لأنه ليس لعنده أي تأثير على حياتي الذي يؤثر على حياتي هو الدين لذلك أنا وأظن كل أو جل الملاحدة لا يكترثون لهذا السؤال الذي ربما يركز على هذا السؤال أكثر هو المؤمن هو الذي دائما يتكلم عن الإلحاد أو يتكلم عن وجود الخالق والبعر والبعير نحن صراحة أنا لا أضيع وقت كثير في التفكر في هذا السؤال لأنه غير مهم وليس له أي إفادة يعني من بعيد أو قريب سؤال للأستاذ أحمد سامي ما هو رأيك وانتقاداتك لنظرية وحدة الوجود أو ما يسمى بالPantheism سواء وحدة الوجود أو الأفكار الغنوصية بكل تفريعاتها أو كده بحس أن هي يعني رغبة وقرار أكتر منها مبنية على أدلة يعني أنا حاسس أن إحنا كلنا جسد الله أنا حاسس أن إحنا كلنا كل كائن حي هو شريان من شريان روح الله على الأرض أنا حاسس أن إحنا كلنا مجسات عصبية ونهايات عصبية لجسد الله على أفاهة في هذا السؤال أنا لا أريد أن أكون الأعصاب اللي في الخلف يعني فكل هذا يعني بالضرورة هو بدون دليل وبالضرورة يمكن نفيه بدون دليل ولكن مش حقاومك كثير يعني زي ما أنت قلت كده يعني طالما أنت ما تضرنيش وما ما جيتش تقول لي أن هذا الكون الذي هو الإله معلش بردون قال لي قتلك لك لك أنت مش مؤمن به صحيح صح 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 سؤال عن مسألة وهذا سؤال يتكرر دائما ربما يعني طفح الكيل لكن نسأله ما معنى الحياة مش عارف معرش انظروا الآن شوفت هذه هذه الحكمة هذه الحكمة التي التي تسألون عنها ولا ندري يعني ما هو معنى أنا أظن معنى الحياة هو أنك تجعل للحياة معنى هذا هو معنى الحياة لو أنت سألتني إيه هدف في الحياة لو أنت عايز تقول حاجة زي كده أنا ما أقدرش أقول لك إيه هدف في الحياة بس أنا ما أقدر أقول لك هدف أنا إيه في الحياة صح فدي سهلة يعني لو أنت جيت قلت لي إيه هدف دي في الحياة أنا عارف هدف دي إيه في الحياة وأخذ بالك وده جزء من الطبيعة تمام لو جيت قلت لي إيه هدف الماوس دي في الحياة هقول لك وده جزء من الطبيعة برضه لكن لو جيت قلت لي إيه هدف كل ده من الحياة لا هو مش لازل يكون فيه هدف واحد يجمعهم كلهم يعني ما ممكن يكون كل واحد دي هدف لوحده هذا السؤال هو فعلا سؤال حق ريد به باطل هذا الذي تكلمنا عنه لأنه المؤمن الذي يسأل هذا السؤال هو لا يسأل ليعرف هو يسأل ليصل إلى نقطة أن معنى الحياة هو أن نعبد الله وأن هناك حياة بعد الموت هذا هو الهدف من الحياة يعني نحن نعيش الآن ونموت فإذا قلت له إن هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وليكن إلا الدهر فهنا سيقول شفت إذا أنت حيوان تأكل وتنام ليس هناك أي purpose ليس هناك أي هدف في الحياة أنا هدفي أسمى هو أنني عندما سأموت سأذهب إلى حياة أخرى وهناك حياة خلت في الجنة فهو يريد أن يدخل هذه الحياة الأخروية يدخلها في سؤال عن الدنيا عن الحياة التي نعيشها الآن هذا ليس هدف للحياة هذا ليس هدف للموت نعم هو يعيش من أجل الموت هو لا يعيش من أجل الحياة بالضبط يعني بص أنا من ضمن الرسالة التي أحاول أن أصل لها بأي كلام أنا أقوله أنا أعادي 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 أصل معلومة مهمة جدا للناس إنه كلمة معرفش يعني مش عشان أنا مش عارف فهذا دليل كافي على وجود إلهك وكلمة معرفش دي بتانشأ منها دوافع للحياة أكبر بكتير من إن أنا كون عارف إجابة غلط يعني العلم هو علم وهو وصل اللي إحنا فيه دلوقتي ده وهو وصل اللي إحنا عمليه بنكلم بعض عبر القرات بالمنظر ده علشان كان فيه واحد ما يعرفش في يوم الأيام علشان كان فيه واحد شاكك في يوم الأيام فإوعى تفتكر إن كل ما يعرفش دي عيب وإحنا بنخاف منها مثلا أو مثلا شتيمة لا 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 خلص بالعكس بالعكس ده معرفش دي ستنبني عليها الكثير مما أعلمه ليه بتحاول دايما تبحث عن إلهك في ظلام ما تجهل ليه ما تبحثش عن الإله في نور ما تعلم كان قادر إنه هو بدل ما يسيب لك خرام في العلم وفي المعرفة علشان تعرف توصل بها إليه كان يحط في العلم والمعرفة ما يوصلك به أنا عندي إن أنا أقول معرفش أحسن ما أقول إجابة غلط أنا عندي إن أنا أقول الحاجة دي معرفهاش أو إن أنا يبقى عندي حقيقة مؤلمة أحسن ما يبقى عندي كسبة مريحة كلمة معرفش مش عيب خالص على فكرة ومش دليل على إلهك أنا عندي لك حل أفضل أخسامي هو أنك تقول ما شئت وفي الأخير تقول الله تعالى أعلم سؤال آخر يقول كيف تر الإلحاد في مصر وهل هناك أمل في القريب العادل لا أدري ماذا يقصد بالأمل لكن أنا أنا مش عارف يعني إلحاد أصلا ولا أنا هو ربما يتكلم عن الناس الذين يتركون الدين يعني الناس التي التي تتحرر من قيود الإيديولوجيات والخرافات بين القوصين أنا ما لي يعني العزبة مسلمة المسلم العزبة يكفر العزبة مسيحية مسيحية وحر أنا اللي همني أن نتاج على الأرض أنا اللي همني أني بفعل مني يعني همني أنه تتظل العلاقة ما بينك وما بين الكائنات الميتافيزيقية في السماء عندك في البيت أو في معبدك أو في كنستك أو في مسجدك يعني أي كان لو يعني لو هتعبد يعني حجر ما ترمنيش بي لو هتعبد صرصار ما تحطوا ليش في الأكل يعني شوف أنت يعني أنت عايز تعبديش شربات نسوان بدأ برحتك خالص أنا ما عنديش مشكلة بده المهم في النهاية أنه لما نتقابل أنا وإنت في الشارع يحكمنا قوانين الطبيعة والتجربة البشرية مش عايز حاجة أخرى من كده وقانون واحد يعني تحت يعني تحت سماء مصر وفوق وفوق أرضها مالوش علاقة هذا القانون اللي بيابلت مبينو بينك بمعلوماتي إيه عن عن نشقة الكون أو معلوماتك إيه عن نشقة الكون يعني إحنا يعني إحنا لأنا لو أنا وإنت زي ما المثال الشهير لو أنا وإنت نزلنا البحر معلوماتي الميتافيزيقية مش هتسعفني أننا نعيش صحيح ولم تفيد يوما ما يعني كل المعلومات الميتافيزيقية لم تفيد يوما ما يعني الإنسانية الإنسانية تطورت وذهبت يعني بعيداً بسبب العلم بسبب البحث وليس بسبب أمور ميتافيزيقية لو كنا دائماً نقول الله هو المسؤول أو لآلهة هي المسؤولة لما بحثنا لما اكتشفنا أي شيء ففعلاً البحث وصراعنا كما قلت هو صراع علماني يعني أننا نريدها علمانية أن يكون الدين مسألة شخصية بين الإنسان والكائل الميتافيزيقي الذي يؤمن به وكذلك صراعنا إنساني وليس إيمان وإلحاد أنا لا يهمني أن تكون مؤمناً بشيء ما أو تكون ملحد بهذا الشيء أنا يهمني أن تكون إنسانياً تريد مصلحة الإنسانية قبل أي شيء أنا أرغبني دي كمان تكون رسالة حتى للناس اللي هم لا دنيين صحيح صحيح أتفق لو أخدنا على عاطقهم لا لازم الناس يسيبوا لا 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 أبداً 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 هو ليس أبداً الهدف هو أن تجعل الإنسان يترك دينه هذا ليس الهدف أنا أقولها دائماً أنا أقولها هدفي أنا شخصياً هو أن لا يؤخذ الدين بجدية أكثر من اللازم حتى يصبح خطر على الفرض وعلى محيطه إذا لم تأخذ الدين بهذه الجدية وكان فقط مسألة شخصية تتعبد أؤمن أنت تؤمن بالبوراق لا يهمني لكن لا تكون خطر على نفسك وعلى المحيط الذي تعيش فيه هذا سؤال ربما طويل لكن أظن مهم يقول ألا ترى يا أخ بقلنا عشر دقائق الإخوان فإذا لم أستطع طرح كل الأسئلة فآسف جداً ألا ترى يا أخي العزيز أحمد سامي أن قرارك الحالي هو أكبر دليل أنك مخير وليس مسير كتبت أو كتب مسير بالصاد هذا متأثر ربما بكتاب ما لن أذكر اسمه وليس بمسير بما أنك استطعت التحول أو التغيير وينفي صفة الإله المتسلط أو المجبر للإنسان على فعل شيء ثم يحاسبه عليه ففي ظنك لماذا تركك تتغير لشيء يرفضه وسيحاسبك عليه أنا يعني مش عارف القادة المشتركة اللي ممكن أرد بها على السؤال ما بيني ما بين السائل فأنا أفترض أن السائل مسلم يعني يبدو لي أظن ذلك من سياق سرد السؤال يبدو لي أن السائل مسلم فهذا يذكرني بأحد أدلة القوية على وجود الإله ساقها شيخة بسام جرار أنه واحد دكتور وبيقولك أن الدكتور ده شايف كل حاجة وتعقيد جسم الإنسان والعين ومش عارفه وبتاع ومع ذلك لا يؤمن بوجود إله وهذا أكبر دير على وجود إله ليه؟ ليه بقى أكبر دير على وجود إله؟ لأنه شايف كل الأدلة ومع ذلك هو مش مؤمن يبقى أكيد في حد أضله أوكي فيعني أنا حاسس أنه يعني صياغة والسؤال شبه حاجة زي كده في الوقت أنت عندك حاجتين عندك حتة أن الإنسان مصير أو مخير وعندك حتة وجود إله بيجبر أو ما بيجبرش يعني إحنا ممكن نبدأ يعني ممكن الإجابة تبقى طويلة شوية لا تفضل تفضل عزيزي أظن أن السؤال يستحق إجابة مطولة حتى يفهم أصلا ما المقصود كويس ماشي لسه كنت أتكلم النهاردة أن الجبر والاختيار ده كان أحد الأعمدة كان عمود الفقري بتاع افتراق الفرق الإسلامي فمشكلة الإفتراقي أنه لو هو ربنا ما بيجبرش حد على حاجة أو ما بيعرفش مش عارف إذا كنت أنا هبقى مسلم ولا مسيحي ولا ملحد ولا ديني ولا بتاع يبقى هو لا يعلم لأننا كده مشكلة ولو هو يعلم يبقى هو هيجبرك سواء أن شئت أم أبيت هيجبرك إزاي حتى لو جبر معرفة لأن كل حاجة تسببت في أن أخذ قرار هو السبب فيها سواء خلايا مخي اللي شغالة سواء الأسباب اللي قدامي سواء المدرسة اللي أنا دخلتها البيئة اللي أنا تولات فيها كل المؤثرات نعم إذا كان كل المؤثرات أنت سببها حرية اختياري جات منين ما فيش أنا حرية اختيار ما التي لا ترجد نعم صحيح أنت ده أنت سبب الأول أصلا ده أنت سبب الكون شخصيا وسبب كل ما فيه وعارف المصارات بتاعت كل حاجة موجودة في الكون فبالتالي كل حاجة تسببت في أني أخذ قرار هي ما كانتش ملكي من البداية إن شاء الله حتى لو أنا أمنت يا سيدي معاك أني فيه روح حتى هذه الروح أنت السبب فيها وأنت صاحب قوانين اللي بشتغل بها هذه الروح وأنت اللي حاطت فيها الخير والشر وأنت اللي عامل كلها أنت اللي راسم الصورة كلها أنت اللي راسم كل المصارات أنا بنساق تلقائيا في هذه المصارات ما عنديش أي اختيار في حاجة فيهم خرجت فيها عن إرادتك في حاجة فيهم في سبب واحد أنت ما كنتش سببه لو سبب واحد بس أنت ما كنتش أنت سببه أقول لك أنا ساعتها احتمالي يكون عندي حرية اختيار لكن لو ده حصل أنه نقع في مصيبة تانية فأنت متورط ورطة كبيرة أنت فعلا متورط ورطة كبيرة في الموضوع ده كمسلم أو كمتدين أو كغيره في مصار من المصارات بالضرورة هيقضح في صفة من الصفات بتاعتك دائما صحيح لا يمكن أن تتفق كلية المعرفة مع حرية الاختيار لا يمكن أن تتفق كلية القدرة مثلا مع الخير والشر دائما في حاجة فيها بتعاند حاجة تانية بل حتى لو سلمنا وقلنا أن بطريقة ما تتماشى خليها تتماشى ما هي النتيجة؟ النتيجة أنك عندك إله سادي لماذا؟ لأنه يعرف مسبقا قبل الخلق يعني عندما كان وحيدا فريدا شريدا لا يوجد شيء يعني وحده هو وحده هو الأول والآخر كان يعرف أن أحمد سامي سيعدب في النار إلى ما لا نهاية ورغم ذلك اختار أن الأمور تمشي بالطريقة التي أراد حتى يعدب أحمد سامي إلى ما لا نهاية إذن هذا إله سادي هو يريد أن يتمتع بعذاب ملايير من الناس إلى ما لا نهاية فكان ممكن أن يعمل الأمور بشكل آخر لكن عملها بهذه الطريقة لأنه فعلا ونفس الشيء الذي عمله في الجنة وحط الشجرة المحرمة وكان يعرف أن آدم سيأكل منها وكل هذه أنا أعتبرها قصص يعني الأطفال المضحكة لكن كل هذه تمشي في هذه الخطة التي ستوصلنا لا محالة إلى أن هذا الإله سيتمتع إلى ما لا نهاية بحريق بإحراق الناس وتبديل جلدهم وأصبح درماتولوجي يعني أصبح دكتور جلد يغير الجلد ويعمل لك جلد فهذا أظن أن حتى لو نفينا المنطق وقلنا أنها تتماشى حرية الاختيار مع المعرفة فهذه مشكلة كذلك لسه النهاردة كنت أتكلم برضو في الموضوع ده وجبت الحديث المشهور بتاع آدم وموسى وده في الصحيح صحيح مسلم ما أخبرك فالهو أنه يعني حتى آدم وموسى مختلفين على الجبر والاختيار صح يعني موسى أقولي العزم من الرسل بيحمل آدم معتبر أنه الإنسان كان عنده يعني آدم كان عنده قدرة وعنده اختيار أنه ما يكلش من الشجرة وما يحصلش كل الألأ ده والناس تموت ومش عارفه وبتاع آدم عنده وجهة نظر تاني قال لا هذا كتبوا علي يا ربنا قبل ما يخلقني مربعين سنة حسم الموقف النبي صلى الله عليه وسلم قالك فحج أدم وموسى يعني الإنسان ما عندهش اختيار وده كان شيء مكتوب عليه يبقى كان هيحصل هيحصل حتى لو مش جبر كان هيحصل هيحصل إذن في حتمية في ديترمينزم طبعا إزاي مع الحتمية والديترمينزم في هذا الاختيار وبعدين زي ما أنت قلت كده وده برضا يعني كلمت فيه قبل كده إنه إحنا مش عارفين ربنا خلق يكون ليه إحنا محدش فينا عارف إسأل أي واحد إسأل أي واحد معاد المسيحيين إنه يقولك ربنا خلق عشان بيحبك هذا كل جواب دائما حب على الأقل هو حب يعني هو يحبك وأنت مش موجود إزاي لا هو يحبك لكن إذا لم تحبه أنت ستخلد في بحيرة النار والكبريت الحب من طرف واحد عنده بداية لا يريد الحب من طرف واحد هذا سيء هذا مؤلم فإحنا مش عارفين ليه ربنا خد قرار الخلق ابتداء حلو كده لكن إنت عارف إنه قبل ما يخلق الخلق كاتب خلق القلم وهو جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيام لمن ضمنها إن حضرتك للأسف شديد معلش شام هتخش النار خلد فيها لا حوله ولا قوة إلا بالله أخذ بالك فإنت عارف إنه شام هتخش النار خلد فيها خلقته أصلا ليه فيجي يقول لك العدل عدل إيه عدل ده لما يكون تخلق فعلا وفعلا هي شام كفر فيخش النار ماشي خلقته أصلا ليه هنا ما فيش عدل إحنا ما كناش في مقام عدل إحنا في مقام القرار حتى في حياتنا الواقعية التي نعيشها أين العدل في مسألة أن الإنسان كما قلت في البداية أنه مصيرك تحدده الأسرة بنسبة أكثر من ربما 99% مصيرك هو الأسرة وليس فقط الأسرة حتى الزمان والمكان يعني أنت وأنا إذا كنا في عهد الرسول غالبا يعني تقريبا نسبة مئة بالمئة سنكون من الصحابة يعني تقريبا نسبة مئة بالمئة سنكون من الصحابة ولن نفكر يوما لا في كوسمولوجي كنت أريد أن أقولها بطريقة ثانية ولكننا كنا نفكر في أدلة وجود الله من عدمه ولا فلسفة ولا علوم ولا شيء يعني كنا سنؤمن ونموت على الإيمان انتهى إذن الزمن هو الفارق فقط أنا أذكر مثال دائما لطيف ربما يضحك الأخوة مرة أخرى هو أنك لو أن المسلم هو الذي اكتشف الأمريكيتين وليس مسيحي لكان عندك ملايين ومئات الملايين من الناس الذين سيولدون في الإسلام في الأمريكيتين ويموتون على الإسلام في الأمريكيتين ويوما ما سنجد كولومبيا فيها أبو بكر الكولومبي يعني فيها دولة الخلافة فالفرق الوحيد هو أن اللي اكتشف الأمريكيتين هو مسيحي فلذلك دخلت المسيحية هناك والناس يموتون ويولدون ويموتون في المسيحية فأين يد الله في هذه الأمور أو تعرف لو كان النبي مثلا بوعث في اليابان كان هيبقى الكيمونو هو لبس الأخوة صح 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 كان هيبقى الأكل بالتشوبستيكس هو السنة والنينجا هم الجهاديون فطبعا كاميكاز يصبح شريعة الأخ أكين هوا أنا مش عارف هو خلق الكون ليه بس مجرد أنه هو خد قرار أنه هو يخلق الكون وعارف أنه في ناس ستخلت في النار حتى رأوليها حرية اختيار إن شاء الله حتى في مولدها ده بيديني فكرة وحشة ومالهاش حل مالهاش ما أخرج أنت خلت واحد أنت عارف أنه هيخلت في النار إلى الأبد أحسن له أحسن لهذا الشخص أنه ما يدخلقش أصلا آه يعني هو يقول لك الابتلاء لكن الابتلاء باطل كيف الابتلاء هو يعرف يعني الذي يختبر إنسانا هو يريد أن يعرف يعني يا عمي أنا لو أنا يعني مصمم ولاعات وعملت ولاعة وأنا قررت أن الولاعة دي أنا عارف أن هي مش تشتغل وعارف أن أنا هرميها في الزبال عشان هي ولاعة مش شغالة مخبرك فأبسط حاجة يعني عيل صغير هيجي يقول لي طيب انت اصلا عملتها ليه? وانت عارف انها مشتشتغل. نعم. يعني انا انا رميتها في الزبالة ليه? ده مقنع. ده فيه سبب مقنع. لان الولاعة مش شغالة. خلق ده سبب مقنع. انا رميت الولاعة في الزبالة عشان مش شغالة. طب حلو. بس انا هزود لك معلومة بقى. اننا اللي عملتها وانا عارف انها مشتشتغل. فهنا بقى موضوع تاني خالص. مش موضوع عدل. مش موضوع ان انت عملت حاجة منطقية اني ولا عملت شغالة فانت رميتها. لا موضوع ان انت اصلا عملتها ليه? وانت عارف ان ايه مشتشتغل. عملتها من بداية اصلا ليه? فتلاقي بقى الاجابات بقى يعني اي اجابة بتنكح المنطق مكحا مبرحا حتى يستغيث. بل هو يضع يعني هو ايضا يضع الاشياء لكي لا تشتغل الولاعة. لانه 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 هو مثلا الان اذا كان خطته الاولى يعني بلان بلان اي. البلان اي عند الله هو ان ادم ونحن كلنا نعيش في الجنة ونعيش في النعيم الى ما لا نهاية. هذا هو البلان اي. لو كان هو لماذا وضع الشجرة المحرمة ولماذا اصلا اتى بالشيطان يعني لماذا اتى بالشيطان الى الادم ليوسوس لادم يعني هو عندما خلق الشيطان لم يكن يعلم بكل ما سيحدث. اذا هي سكريبت يعني هي مسرحية وهذا سكريبت مسرحية والاله يقوم به هكذا ويعذب الناس مثلا الطوفان الطوفان مضحك جدا. وكأن الله فوجئ يعني فوجئ بان الناس تركت الايمان به والعبادة والان سيعذب الناس جميعا وسفينة وحيوانات مشاكل يعني للأسف القدم هذه الخرافات هي التي تجعلها ان لها قيمة وانها تصبح مقدسة. هو قدم فقط يعني لو لو سمعنا بقصة السفينة اليوم لأول مرة لكلنا ضحكنا يعني مؤمن وكافر. لكن لأنها قديمة فأصبحت مثل زادت قيمتها أصبحت مقبولة والإنسان تشبع بهذه القصة فأصبحت نوعا ما مقبولة. يا ليس مقبولة يا مضحكة جدا يعني لو حكيت هذه القصة إلى مؤمن من ديانة أخرى لم يسمع بها من قبل فسيضحك لا محالة سيضحك لأنها تضحك. لكن نحن تشبعنا بهذا الإيمان فنقبلها. وأنا دائما برضو يعني أحد الرسائل اللي أنا بحاول أن أنا أوصلها برضو في كل حواراتي مع المؤمنين أين كان دينه يعني أنه هو بيقول لك أنه يعني وربنا ممكن يجيب لك دليل أقوى من كده ويجيب لك دليل يقيني على وجوده بس هو مش عايز يعمل كده علشان يسيب لك أنت حورية الاختيار وعلشان يبقي بالموضوع في التلاء وفي الاختبار وإنت اللي تختر بأيديك الإيمان في حينك ممكن تكفر وتخش الجنة بناء على حاجة زي كده. لكن في المقابل هو مش بس عمل لك الشيطان والوسواس والنفس الأمرار بالسوق والمشارفية والحاجات دي كلها يعني الخيارات الإيمانية من الواضح أن أقصاد الحاجات دي أقلب كتير فما فيش عدل حتى هنا في الموضوع ده الأدلة على وجوده وعلى الإيمان والبتاع أقلب كتير من العثرات لأصادك وفي الآخر لا يرتقي الدليل اللي موجود في أي دين أي أن كان إلى مستوى العقوبة لو لم أمتش به صح العقوبة لا تتماشى أصلا مع هذا الأمر أنت تتكلم عن شيء محدود أنت عيشت في مكان وفي زمان يعني لا لا قيمة له في زمن الكون يعني ما هي ستين سنة أو تمانين سنة أو مائة سنة في عمر الكون لا شيء وبسبب هذه بسبب ظروف زمكانية وبسبب أنك ولدت ربما في أسرة ليست على الدين الحق ستعدب إلى ما لا نهاية يعني أين العدل في هذا الأمر لا ما فيش عدل طبعا لو بالسرد بالسرد ده إيه لو إحنا كلنا طلعنا فهمين غلط صح كلنا من أيام مالك نعم لو كل إيه لو كل ناس دي فهم غلطوا محدش فهم الرسالة فافترض أن كلنا فهمين غلط وأن الكلام ده مالصح كله يبقى يبدون أن الخطة فشلت لا أكيد أكيد الخطة فشلت أكيد أظن حتى المؤمن أظن عزيزي أحمد أنت حتى المؤمن اليوم بدون شعور هو يعيش حياته بشكل ربما يفترض عدم وجود الله يعني حياته لا يوجد تأثير لله في الحياة فهو يعيش حياته عادية يعني يكون حذرا في كثير من الأمور إذا مريض يذهب للمستشفى يستعمل أمور يعني خلق الإنسان ما اكتشف الإنسان ولا يتذكر الله إلا في مسائل تأنيب الضمير أو يعني هنا يتذكر الله أو عندما يسمع الآذان أو شيء فيتذكر الله لكن حياته يعيشها على أساس أنه لا يوجد إله وهذا المفترض لأنه لا يوجد تأثير لهذا الإله في حياتنا نحن نعيش حياتنا ندعو الله سبحانه وتعالى فيستجيب لنا العلم صحيح أحسن ما أحسن يعني هذا أحسن اختصار للمسألة صح شكرا عزيزي أحمد لكن ربما أفضل شيء نختم به هو نختم به هذا الحوار هو تعليق رائع لأخ وأخت في اليوتيوب لا أدري أو ترانسجندر ربما لا أدري فيقول الله الله لا يفرد عليك شيئا أنت من اخترت عائلتك لكن في العالم الكمي اخترت عائلتك في العالم الكمي بعدما خرجت للدنيا نسيت أنك اخترت وبالتالي هذه مثل الأمانة والجبال ونسيت أنك اخترت وبالتالي الله لم يفرد عليك شيئا وبالتالي ستحاسب على ما اقتربت شفت الآية التي هي وإذ أخذ اللهم من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى وبعد كده انتو سيته طبعا الكلام ده أننا كانوا يسمونه عالم الضر نعم عالم الضر إذن أنا سأحاسب بما اقترفه الفيتس يعني عندما خرجت أنا للوجود في عالم كمي ما اخترت أنا أسرة مسلمة لكي أرتد في يوم من الأيام وأدخل جهنم أنت تحاسب على حاجة حصلت وبعد أنت نسيتها أنت تحاسب أن أنت نسيت وهذا يظهر كذلك أن المسلم لأن الإسلام هو دين الحق بالنسبة للمسلم فالإسلام إذن أصحاب المسلم هو الذي اختار الاختيار الصحيح المسلم اللي لسه فاكر هو اللي لسه فاكر نعم اللي ما غير رأيه فلا حول ولا قوة إلا بالله أشكرك عزيزي أحمد على هذا الحوار الرائع شكرا لكل من تابع أتمنى أن تكون حوارات أخرى معك عزيزي لأن الحوار معك ممتع ودائما شيق أنا شخصيا أستفيد منه كثيرا فشكرا للجميع على هذا الحوار احنا تجاوزنا الوقت في خمس دقائق كان هناك تقطيع إذا كان هناك مشكلة في الفيديو ربما أرفعه مرة أخرى لكن أظن أن أغلب الفيديو كان بشكل جيد شكرا عزيزي أحمد وإن أحببت أن تقدم كلمة أخيرة أو آية أو حديث أو عبرة فتفضل شكرا طبعا عزيزي شامنا دائما باستفيد واتبعك بشكل مقرب جدا أي حاجة أنت بتقولها أي بوست تكتبه أنت من أكتر الناس أنني أستفيد منها بصراحة شكرا عزيزي هذا من لطفك وتحياتي طبعا لكل الناس اللي استحملوني في اللقاء ده وأسف على برضو التقطيع ده لو أنت مسجل الحوار ده برضو سأستأذنك تبع تبعاتلي الجزء اللي ده مسجل منه عشان نفعه بسبب التقطيع ده ويشرفني ويسعدني طبعا إحنا بقى فيما بيننا حوارات تانية وخلينا استضيفك أنا بقى المرة الجاية أكيد أكيد بكل فرح عزيزي هذا يسعدني وفي النهاية أدعو لك مقلب التقلبات الكمية ثابت البريفرانتال كورتكس بتاع أخونا هشام على علمك وعلى ما هو عليه إذا ما في حور عين عند المحرك الأول ما أؤمن هاتي أقولها لك من الآن والله أنا سداني أشاركك نفس هذا الألم والوجع نريد نريد متحركات متعركات جميلات أوكي عزيزي شكرا لك تحياتي للجميع سلام شكرا لك شكرا لك